اشتركوا في القناة ايه موضوع المعادلات وايه تعريف المعادلة وكيف بنحل المعادلة كل ده هنتكلم عليه في المحاضر دي ان شاء الله بالنسبة للتعريف المعادلة اول شيء ان المعادلة هي التساوي يعني فيه علامة تساوي ده الشرط علامة تساوي تساوي من ايه تساوي من عبارتين او كثيرتين حدود وتكون هذه المعادلة صحيحة لقيم معينة للمجهول وخاطئة لقيم اخر يعني المعادلة لها قيم صحيحة معينة وقيم خاطئة تانية مثال المعادلة 2x تساوي 6 كلمة 2x يعني 2 ضرب x طبعا الضرب ما بنكتبش يعني ما بنكتبش علامة الضرب 2x دي معناها ايه 2 ضرب العدد x x ده يعتبر مجهول عدد يعني طب 2 ضرب كم يعطيني 6 ايه الحل الصحيح تكون صحيحة عندما x تساوي 3 فعلا لان 2 ضرب 3 تعطيني 6 صحيحة فقط عند الثلاثة خاطئة عند اي عدد اخر هو ده تعريف المعادلات طيب عرفنا تعريف المعادلات وعرفنا مثال عليها طيب لو السؤال جاء طلب مني حل المعادلة حل المعادلات من الدرجة الاولى ذات مجهول واحد يعني مثال 2x زئت 5 تساوي 9 ده مثال طلب مني حل المعادلة عشان تحل المعادلة اول شيء لابد ان يكون المجهول في طرف الحاله يعني 2x هنكتبها في طرف الوحدة في الطرف الايصر طيب وبنكتب علامة التساوي وبنكتب التسعة طيب موجب خمسة تتغير تروح الطرف الثاني بعكس الاشارة يبقى انت بتحرك العدد للطرف الاخر بعكس الاشارة يعني لو كان موجب هنكتبه سالب طيب لو كان سالب يتحول لموجب تمام كده هو كان موجب حولناه الى سالب اصبحت طرح طيب 9 ناقص خمسة 4 2x تساوي 4 طيب 2x تساوي 4 يبقى الى x دي تصبح بكام باتنين لان 2 ضرب 2 تعطيني 4 يبقى الحل بتاعي هو ان العدد يساوي 2 تمام طيب حل معادلات من الدرجة التانية لو عندي معادلات من الدرجة التانية احنا خلاص اتكلمنا على المعادلات من الدرجة الاولى طيب لو من الدرجة التانية اول طريقة مثلا نقدر نستخدمها طريقة التحليل يعني مثال حل المعادلة الدرجة التانية معناها قسة 2 فمثلا x تربيع زائد 8x زائد 15 تساوي 0 طيب كيف هنحلل هنا بنفتح كوسين كوس وكوس تاني طبعا المعادلة بتساوي 0 تفضل كما هي طب انا احللها ازاي بترجم لنفسي السؤال انا عايز عددين حاصل ضربهم 15 الموجة بالاخير معناها مجموعهم مجموعهم كم 8 عددين حاصل ضربهم 15 ومجموعهم 8 من العددين 3 ضرب 5 3 ضرب 5 فعلا ضربهم 15 واذا جمعت الثلاثة مع الخمسة تعطيني 8 طيب انا اول حاجة فتحت الكوس الاول والكوس التاني الاكس تربية بجزاها x ضرب x x و x الخمستاشر قلناه 3 ضرب 5 طيب اذا الاخير موجب قال لي اذا الاخير موجب الاشارتين مثل الوسط يعني الاخير موجب الاشارتين مثل مين الوسط لو الوسط موجب الاتنين موجبين طب لو الوسط هنا سالب الاتنين سالبين تمام ده في حالة ان يكون الاخير موجب طيب بنكمل الكوس الاول x زائد 3 تساوي 0 او اور يعني او ان الكوس التاني x زائد 5 تساوي 0 لما بيكون في حصل ضرب كوسين يساوي 0 اما الكوس الاول يساوي 0 او الكوس التاني يساوي 0 فاذا x زائد 3 تساوي 0 طبعا من العدد اللي اضيف عليه 3 يعطيني 0 سالب 3 او ان انت تحرك الثلاثة الطرف التاني عند السف بعكس الاشارة اذا هي موجبه تصبح سالبة اذا الحل الاول سالب 3 كذلك الحل التاني x زائد 5 ساوي 0 بحرك الخمسة بعكس الاشارة الطرف الاخر يعني موجبه تتحول الى سالب 5 اذا اصبح عندي اجابتين ولازم يكون فيه اجابتين لان المعادلة تربعية اي معادلة تربعية لها حلين الحل الاول هنا في المسال بتاعنا سالب 3 او ممكن تكون x تساوي سالب 5 وكلها هما صحيح طيب من ضمن طرق حل المعادلات احنا خلاص تكلمنا على طريقة التحليل بنتكلم على طريقة الجزر التربيعي طريقة الجزر التربيعي كيف ناخد مثال على المعادلة حل المعادلة x تربية نقص 9 تساوي 0 x تربية نقص 9 تساوي 0 عشان تحل المعادلة اولا ان يكون المجهول في الطرف اليسار x تربية في مكانها بدون تغيير لكن سالب 9 تتحرك للطرف الاخر بموجب 9 طيب انا حولتها الطرف التاني بموجب بعدين بعملي قل بتاخد الجزر التربيعي اسمها طريقة الجزر التربيعي باخد الجزر التربيعي للطرفين للطرف اليسار والطرف اليمين طيب جزر x تربية x واحدة طيب وجزر 9 اللي هي 3 ده علامة الجزر طيب بس بنكتب موجب وسالب دايما اذا انت بتاخد الجزر التربيع للطرفين لابد ان انت تكتب موجب او سالب في عند العدد اذا عندي اجابتين اما تكون x ب3 او تكون x سالب 3 طيب هل الاجابتين صحيحة طبعا لان 3 اذا انت ربعت التلاتة 9 9 مقص 9 تعطيك 0 طيب واذا ربحت سالب 3 دايما التربيع السالب يهتحز تربيع السالب يتحول لموجب 9 تربيع السالب يتحول لموجب وتربيع التلاتة 9 9 مقص 9 تصبح 0 اذا انا عندي اجابتين الاجابة الاولى موجب 3 والاجابة الثانية سالب 3 طيب هناك معادلات اخرى حل معادلات خطية ذات مجهول واحد تمام بس في مجهول في الطرفين يعني مثال حل المعادلة 2x مقص 6 تساوي x زائد 3 انا عندي مجهول x في الطرف اليسار وعندي مجهول x في الطرف اليمين بجمع المجهول في الطرف اليسار يعني بجمع الx في الطرف اليسار والاعدد في الطرف اليمين ولكن عندما تحول او تغير عدد او x من طرف لطرف او عدد من طرف لطرف زي ما انا قلت بغير الاشارة فال2x هتظل 2x الx تتحول للطرف الثاني بعكس الاشارة تبقى سالب x طيب وال3 تنزل 3 طيب وسالب 6 طيب إذن ثلاثة اثنين اكس ناقص اكس اكس وتلاثة زائد ستة تسعة ثلاثة زائد ستة تسعة تمام كده إذن الإجابة بتاعتي تسعة مثال آخر 5 اكس ناقص واحد تساوي 5 اكس زائد اربعة الخمس اكس في الطرف اليسار هتظل 5 اكس والخمس اكس في الطرف اليمين تتحرك بالسالب والالاربعة تتحرك كما هي والسالب واحد تتحرك موجب واحد ولكن خمسة اكس نقص خمسة اكس يعني انا معاي خمسة ريال نقص خمسة ريال سفر طيب واربع زد واحد خمسة هل سفر تساوي خمسة طبعا دي معادلة خاطئة اذا معادلة مستحيلة الحل وبالتالي لا يوجد حل لها اذا الطرفين مختلفين لا يوجد حل للمعادلة طيب مثال اخر حل المعادلة اتنين ضرب اكس نقص ثلاثة في كوس تساوي اتنين اكس نقص ست العدد اتنين خارج الكوس هنا لابد من التوزيع توزيع للاتنين ضرب الكوس اتنين ضرب الاكس اتنين اكس ناقص اتنين ضرب تلاتة ستة يبقى بخاصية التوزيع اتنين اكس نقص ستة في الطرف الايصر كما هي مش ملاحظين ان الطرفين متساويين بنفس الشيء انا لما وزعت الاتنين في اكس اصبحت اتنين اكس ولما ضربت الاتنين في تلاتة اصبحت ستة اصبح الكوسين نفس بعض يعني انا ممكن احزف اتنين اكس مع اتنين اكس واحز في السلب 6 مع سلب 6 يصبح 0 تساوي 0 إذن الطرفين متساويين تماما إذن المعادلة لها عدد لا نهائي من الحلول إذن الطرفين متساويين لها عدد لا نهائي إذن الطرفين مختلفين مستحيلة الحل وبالتالي لا يوجد حل لا تمام وكنا نكون انتهينا من المحاضرة بتاعتنا السلام عليكم